يعني عايزين نتكلم مع قرب طبعا عيد الأطحى المبارك كلنا بنعود نفكر فيه الأطحية هنعمل فيها ايه؟ ازاي الإنسان المسلم يضحي ويكتسب الأجر والثواب ايه الصح في الموضوع ده يعني فضل الأطحية ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن وداه واتبع وداه وبعد أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد باليوم والخير والبركات الضحية أو الأطحية أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام يعني ايه شعيرة؟ يعني أصبحت تميز المسلمين عن غيرهم والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعظم هذه الشعيرة يقول ربنا تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب طبعا عشان كده حضث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للأطحية فضل عظيم جدا وإن أفضل حاجة الإنسان يتقرب بها لله عز ويلا يوم العيد يوم عشر ذي الحجة هو أنه يذبح لله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله عز ويلا من إهراك الدم أفضل حاجة وأحب حاجة الإنسان يتقرب بها لله يوم يوم النحر يوم العيد أنه يذبح من إهراك الدم يعني إيه يذبح إنه لا يأتي يوم القيامة أو لا يؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها يعني الضحية اللي أنت تبحتها يوم العيد هتيجي يوم القيامة بكلها كاملة مكملة في ميزان حسناتك يوم القيامة القرون والشعر والأرض وزنها يعني كل 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 في ميزان حسنات المضحي يوم القيامة وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض يعني لما يذبح المضحي الدم قبل أن ينزل على الأرض يتقبله الله تبارك وتعالى فطيبوا بها نفسه يعني مهما الأضحية غلت في السعر السعرها ارتفع مهما يغلع هذا قليل على الأجر والثواب اللي ربنا أعدوا للمضحي ربنا أقول لك طيب نفسها ما تزعلش على الفلوس التي صرفتها صرفت لك عشر تلاف عشر ألف في الأضحية أو أكثر أو أقل ما تزعلش طيبوا بها نفسها ليه؟ لأنها تكون لها كاملة مكملة يوم القيامة في ميزان حسناتك طيب كام واحد مفروض يخش في الأضحية؟ يعني عندنا العجل مثلا غير الخروف ده كام واحد ممكن يخش فيه على حد أقصى؟ وده كام واحد ممكن يخش فيه على حد أقصى؟ وما هي الضابط الشرعية أو الحدود اللي يعني بتحدد هذا الأمر؟ فيه أضحية يجوز فيها الاشتراك؟ أي؟ وفيه أضحية لا يجوز فيها الاشتراك البتة؟ نحدد بقى أزاي؟ الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك نوعين؟ القبل والبقر والجاموس بحد أقصى كام واحد؟ بحد أقصى سبعة سبعة؟ بشرط ما يقلش نصيب الواحد فيها عن السبع أي؟ يعني مثلا هم دخلوا سبعة أي؟ ممكن واحد ياخدوا النص الستة التانين هيشتركوا في النص ماينفعش لأنه نصيبه نصيب الواحد يعني سبعة بالتساوي؟ بالتساوي أي؟ بسرط أنه ممكن اتنين يخش تلاتة أربعة لأنه لو دخلوا سبعة ما يقلش نصيب الواحد عن السبع لو قل نصيب الواحد عن السبع ما يففعش الضحية بتاعته يبقى البقر والقبل والجاموس يجوز فيها الاشتراك حد أقصى سبعة أشخاص الخرفان بقى هو المعيز؟ الخرفان المعيز لا يجوز هو واحد فقط ماهو كان؟ عنه عنه عن أهل بيتي طيب أنا أريد أن أسأل سؤال فضالي دلوقتي كانت تكلمت أنه ممكن يكون سعرها غالي شوية هل أنا دلوقتي لو أنا عايز أضحي يعني بنية أن أنا عايز أأكل الفقراء والمحتاجين فأنا مش قادرة أدفع فلوس القبل أو العجول أو حتى الخرفان أو الجدي أو الحاجات دي هل النهاردة لو اشتريت لحمة ووزعتها على الفقرة أخد ثواب المضحي أم لا؟ في حال أن أنا معيش فلوس؟ أعتقد ثواب الصدق أن كنت تصدقتي لله عزي الله على الفقراء والمساكين ليس الضحية ليه؟ زي بالضبط العقيقة يمن هو أنا ينفع أروح أشتري لحمة عند الجزار أو أزحها أو أطبخها وأكل الناس وتحسب ليه عقيقة؟ لا بد أعسبش عقيقة لا تحسب عقيقة لا بد، فالعقيقة خلي بالك العقيقة والضحية دي شعيرة يعني حاجة تميز لابد لها من الذبح حتى لو كان شيء قليل فلو أنا أشتري لحمة أنا ليس معي فلوس لا يوجد مشكلة أن أروح أشتري لحمة وأكل أولادي أو أوزحها على الفقراء والمساكين وأخذ الأجر والثواب ليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلا أسأل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى وربنا سيديني الأجر بالنية ونخلي بالنا من حاجة أني أنا طالما أنا نويت النية لله تبارك وتعالى وإني نفسي أضحي بس مش معي فلوس أضحية ربنا تبارك وتعالى يكتب لي أجر الأضحية وهذا من كرم الله عز وجل لإيه؟ النبي يقول إن بالمدينة أناس أو كان في غزوة فقال في المدينة في ناس موجود في المدينة ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واذياً إلا وشاركوكم الأجر يا رسول الله وهم بالمدينة يعني أعدين في المدينة وأخذوا الأجر معانا في الغزوة قال نعم قال حبسهم العذر قال لهم عذر سكذا أعدوا في المدينة فاللي عنده عذر ما عندهش مهل ينوي لله إنه كان نفسه يضحي مع هؤلاء المضحين والله وتبارك الله بمنه وكرمه يعطيه أجر أضحية والله وتبارك الله واسع الفضل طب ترتيب الأولويات إيه في الإبل والأبقار وخلاف وحتى وصولها إلى المعزة القرفاني إيه الأكثر أولوية وإيه الأقل أولوية والله هو مسألة يعني بسيطة اختلف فيها الفقهاء يعني إيه الأفضل للإنسان يضحي يضحي بجمل أو ببقرة أو يضحي بكبش خروف الجمهور علي إنه الأفضل يضحي بالبدنة البدنة اللي هي إيه؟ الجمل والله آه ده أفضل حاجة الأفضل بس ده مش منتشر في مصر هنا نعم وأقول لي ماذا؟ ثم البقر والجمل ثم الخراف الخراف أو الضق أوه في مصر هنا أشهر حاجة الخراف طب نعم هم ليه الجمهور قال إنه الأفضل يضحي بالجمل الأول إن النبي قال لو تفتكر معايا في يوم الجمعة اللي روح أول واحد للمسجد يبكر وروح بدري فكأنما قرب بدنة اللي يخش الجامع أول واحد كأنه قرب لله تبارك تعالى جمل واللي روح تاني واحد كأنه قرب بقرة واللي روح تاني واحد كأنه قرب كبش فهم خدوا الترتيب الأفضلية من ترتيب النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن قول السادة المالكية رضي الله عنه مرضاهم إن أفضل حاجة الإنسان يضحي بها يوم عين هي الكبش قالوا ليه قالوا لي إن حضرت النبي لما ضحها ضحها بايه ضحها بكبش وماللي حرك قلت قبل من شوية عشان النبي ذكر القبل في الأفضلية في الأول ولأنها أنفع للفقير هتجيب الخروف في الوزن وكثرة اللحم زي الجمل لا الجمل أكتر ما الذي يفيد الفقير في الذبح أكتر في اللحم الخروف والجمل قالوا الجمل قالوا نفع للفقير ومفاعة للفقراء والمساكين أكتر من البقر والجموس في الجمل يعني يبقى كمية لحم أكتر عايز تقول حضرتك؟ ممكن وممكن ساعات البقر أو الجموس يكون أكتب أكتر من من حيث الضخام ما هذا أدخل ما أعرفش يمكن لكن على أي يذبح اللي عنده القدرة ويذبح مثلا بقرة يذبح عجل طبعاً ده أفضل من أن يذبح خروف نعم يمكن إحنا مش عندنا كمان يعني مش ناس كتير تحب الجمل ولحم الجمل خليني أسأل حدك هل في أفضل يعني أو أدعية مفضلة بندعو بيها عند دبح الأضحية بنرددها هل في واجب ومستحب من تلك الأدعية؟ نعم أول حاجة المضحي اللي هو بيعرف يذبح الأفضل هو اللي يبقش للذبح طبعاً بس أنا ما أعرفش أعرف سأجب جزار يذبح لي حتى لو أجبت جزار يذبح لي أنا لازم كمضحي وأهل بيتي أقوم أشرف أشوف أضحية وده توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة الزهراء بنته رضي الله عنه ورده وعليها السلام قال له يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك كان عندها كم سنة؟ يعني صغير أن السيدة فاطمة الزهراء لما مات النبي لما انتقل النبي للرفيق الأعلى كانت صغيرة رضي الله عنه ورده سنة تقولي الأطفال ليس مستحب أن يتشوف الدبح في سنة صغيرة أنا ما معرفش لا لا صحة هذا الأمر ليست نفلة كانت كبيرة وكانت متزوجة سيدنا علي صغيرة في السن يعني شابة يعني لكن الأفضل في السن الأطفال لغاية والله هم بيخافوا من موضوع الدم الأفضل الإنسان يعني يبعدهم عندما يكبروا يفهموا يعني أي ضحية يفهموا الرسالة أي ضحية أي شعيرة يفهموا اللي أقومي فاشهدي أضحي هذاك شوفي فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته أول ما الدم ينزل المضحي ربنا تبارك تعالى يغفر له كل ذنب عمله في هذه الحياة الدنيا وقولي وقولي بسم الله والحمد لله الله أكبر قل إن صلاتي ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نسكي يعني الذبح فالإنسان الذي يضحي حتى له مشهيباتي للذبح يكبر الله يقول بسم الله الله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي صحيح فبطوله طوله طوله فتقبله مني أنا بس عايزة أسأل سؤال أنا أسفى مصطفى لو طول السنين اللي فتت دي مثلا كنت بضحي وأنا مش عارف الدعاء ده أو مش عارف إن أنا المفروض أدعي مثلا بدعاء معين بس بكبر الله أكبر الله أكبر فهل بتسقط عني الأضحية؟ لا 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 مش مشكلة خالص إن طالما الضحية اتدفحت وتم الزبح سواء مني أو من الجزار أو من أي حد تاني حتى أنا لو ما سميتش جزار هو السماء أو هو الكبر ما عندي مشكلة خالص والضحية تأتي صحيحة والأجر والثواب عند الله لأن التكبير والدعاء ده مش من فرائض الضحية لا عادي من السنة من السنة المستحبات اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعيده مرة كمان بعد إذنك يا شيخنا نعم نعيده مرة كمان الدعاء أيها نقول بسم الله الله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي فتقبله مني ونخلي بالنا لما نيجي نذبح الأضحية نتخلق بأخلاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الجزار أو اللي يباشر الذبح لو مع سكين يخبيها ويحدها كويس قبل الذبح وده اللي يقلل النبي عليه ده ما فيش حاجة من دي بتاعي صارت خالص يا ما قولي ده مشكلة ومشكلة برضه إن يدبح الذبح أمام أختيها أمام البهيمة التانية فتصاب بالذعرة فتحصل نوع من أنواع الفارق يفهمه طبعاً وتتعلم إن حاجة دبحت قدامها طبعاً نحن كمسلمين مفهود نعمل كده مفهود تخبيه لغاية لما تشوف ده وبعد كده سدي النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولوحد أحدكم شفرته الشفر السكينة صحيح وليرح ذبيحته صحيح ده إحنا نشوف مناظر لا 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 مفهود تحصل حتى ولو مع بهيمة إن ربنا أمرنا بالإحسان إلى كل شيء حتى لو بقى لإنها بهيمة أنا أسأل عنها يوم من كي ده في بعض الدول كانوا مجايبين فيديو يمكن انتشر على مواقع التواصل اجتماعي منزلينها من مكان لمكان بوينش كده كأنها ومربوطة لا فيه تعاملات بتبقى غير قدمية بالمر والناس بتضرب البهيمة قبل الذبح وترميها الأرض بطريقة بشعة أو قوي جدا صحيح لا لا المفروض إحنا كمسلمين الضحية نقربها لله عز وجل ونتعامل معها تعامل حسن وتعامل جميل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وده قربان يعني قربان حاجة أنت بتقدمها لله صحيح فتقدمها لله بطريقة جميلة سؤال الأخير ثلث وثلث وثلث وأنت تعلم أن هناك طبعا بداخل كل ذبيحة فيه أنواع مفضلة بتبقى الأغلى في اللحوم وفيه أنواع بتبقى الأرخص في اللحوم كيف يتم التوازن وإذا استأثر مثلا الشخص الذي ذبح لأهل بيته بالأفضل منه وأجود أنواع هذه اللحوم هل هذا يعد مخالف لسنة السولة صلى الله عليه وسلم أولا ما فيش حاجة معينة جاتني كآية أو كحديث يقول لي لازم توزع التلت وتلت وتلت تلت ليك تلت للفقراء تلت لسلات الرحم تلت لسلات الرحم والأقرباء ما فيش الكلام اللي يبص للقرآن الكريم الله يقول فاكلوا منها وأطعموا فاكلوا منها وأطعموا والنبي قال فاكلوا واتدخروا فأنا ممكن أكل أنا منها ونفسي وأدخل لنفسي وأطعم الفقراء والمساكين وأعطي لأقاربي وصلة الرحمي إيه المقدار؟ ما فيش مقدار المقادر دي يعني جاءت عن الصحابة جاءت عن السلف الصالح جاءت عن العلماء يعني تلت وتلت وتلت جينيش مدفورة مفووم اكتهادي هقول لي حالتك حاجة لو أن إنسانا ذبح وضحى واستأثر بالأضحية كلها لنفسه لم يعطي شيء لا للفقراء ولا للمساكين ولا لأقربائه صحت أضحيته فعلا أبعا لا معقولة وله الأجر والثواب من الله وأطعم أهل بيته أبعا إلا أنه لا يأخذ أجر من تصدق طبعا لكن صحت أضحيته صحت لأن الضحية معاناها إيه؟ أن تذبح طريق الدم يوم العيد أركت الدم واستأثرت وهذا غير مستحب طبعا أيوة طبعا يعني الله يقول فاكلوا منها وأطعمه لكن تصح الأضحية طبعا صحت منه أنه يأكل أهل بيته نعم فاكلوا منها وأطعمه وليس يأخذ نفس أجر الذي يتصدق بها لله تؤكل لها هناك ناس يتذبح يأخذ أجر بسيط لنفسه يأكل أهل بيته ويقوله لله نعم مهم أن الإنسان المسلم في العيد الكبير يبقى هو نيته خالصة لأنه يطعم أصلا أو الأطعمة من أجل إطعام الفقراء والمساكين يشارك بها الفقراء والمساكين يدخل الفرح هناك ناس لا يستطيع تضحي لا لحمة هو يدخل الفرح على الفقراء والمساكين كون يدخل الفرح فقط على الناس دفعتها عبادة من مظاهر العيد تكبر بخاطر الناس نشكرك الشيخ محمود دعويس عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية كل شكرا لك وكل سنة وحضرتك طيبوا بألف خير بارك الله خير وكل عام بخير